السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في السنة الثالثة متوسط لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نعود نحل نموذج آخر لفرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة إذن يلا هدرنا مع بعض ملخص الدروس اللي راح تحلنا بفهم إذن شفنا كيفاش الزلازل كيفاش تتشكل الفوالق والطيات وما يترتب عنها الجبال شفنا أيضا نشاط الظهرة ونزح سهلت القرارة إذن هذا هو شيء يطح لي في الفرض بقية الدروس إن شاء الله راح تكون في الاختباع يلا بدون إطلاع هذا كامل نحطه لكم في رابط الوصف لحب إراجة نمر إلى التمرين الأول وإن شاء الله راح نحل كل تمرين على حيدا علي عشر نقاط والتمرين الآخر عشر نقاط إذن يقول لي خلال أخبار الثامنة صباحا بثت صورة لجنوب تركيا بعد وقوع زيزي القوي بمقدار 7.8 على سلم ريشتد يوم 6 فبري 2023 على الساعة الرابعة والسبعة عشر دقيقة على بعد 13 كيلومتر جنوب مدينة غازي عنتاب بعمق حوالي 17.9 كيلومتر خلف خسائر الجسيمة وانهارت الكثير من المباني وحوالي 51 ألف قتل و120 ألف مصاب إذن هذه بالنسبة إلى ما يخص كامل الزلزل بينك يبدو يعطوكم هكا راح تخرجوك كامل الخصائص تعد ذلك الزلزل فهم يلا الوثيقة المقابلة تمثل تسجيلين له من محطتين مختلفتين هاي المحطة اللولة اللي سجلنا فيها الزلزل وهاي المحطة التانية اللي سجلنا فيها الزلزل مفهم معتها زوج محطات في منطقتين مختلفتين إذن السؤال الأول يقول لي سمي الجهاز الذين تحصلوا بواسطته على هذين التسجيلين ولا التسجيلات من هذا الشكل إذن يلا كنا نلقوا تسجيلات هذا الشكل عفوا أعرفوا باللي الجهاز نقولوه الجهاز الذي بواسطته تحصلنا على هذه التسجيلات هو جهاز السيسموغراف معتها السيسموغراف هو اللي يخلي لي يعطيني الموجات الزلزلية مفهم إذن حذاري ما نكتبوش ريشتر مفهم هذي خطأ السيسموغراف هو اللي سجل لي الأمواج الزلزلية حدد المحطة الأقرب من المركز السطحي للزلزل مع التعليل إذن كليروا يقولكم شكل الأقرب لزلزل هذي ولا هذي سهلة جدا نشوفوا الزمن الأقرب إذن هذي يشوفوا هنا ما كشقاع زلزل حتى الحق 16 معتها الربعة و28 دقيقة باش بدو يحسوا بالزلزل لكن لهنا في المحطة الثانية وين هذا كامل عادي هنا 16 و20 دقيقة باش بدو يحسوا بالزلزل هذا 28 دقيقة وهذا 20 دقيقة إذن شكل هي الأقرب المحطة الأقرب لزلزل هي المحطة الثانية التعليل نقول لي أن الزمن زمن بداية تسجيل الأمواج الزلزلية كان في 16 معتها ساعة و20 دقيقة على عكس المحطة الأولى التي كانت أبعد وسجل بداية الزلزل فيها في 16 و28 دقيقة سهل جدا نكتبه وش رانيه وش عندي في السندات التوعي نكتبهم وللوثائق تعي اللي بعد وقال لي استخرج الخصائص التعزيزال هذا بملئي الجدول نبدأ بالتاريخ والوقت وراء التاريخ والوقت إذن عندي 6 فيفري 2023 على الساعة الرابعة و17 دقيقة هذا التاريخ والوقت يلا المركز السطحي معتا وين صرى إذن بالتحديد جنوب تركيا أعطوني بالتحديد في جنوب مدينة غازي عمتان فمعتا أعطوني بالتحديد وين البؤرة وشنو هي البؤرة أبنائي معتها على شحال كان هذا كالزلزل على عمق شوفوا العمق هو البؤرة 17.9 كيلومتر هذا بالنسبة إلى البؤرة التاعي المقداش حال سجلناه سجلناه ب7.8 على سلة ميرشترت أما يقول للخسائر هيا وش قللك خسائر جسيمة إنهارت الكثير من البماني هاو القتائل وهو الإصابات نكتبها كامل في الجدول وندي عليه العالمة الكاملة اللي بعد وقال يوضح العلاقة بين عمق البؤرة وشدة الززل قلت لكم قد ما كانت البؤرة قريبة للمركز السطحي الشدة رح تكون كبيرة والعكس صحيح قد ما كانت البؤرة بعيدة عن المركز السطحي رح يكون الشدة رح تكون صغيرة نفهم إذن كما نقوله كيفاش نقوله كلما زاد عمق البؤرة قلت شدة الززل والعكس صحيح كلما مثلا زاد عمق البؤرة الشدة على الززل تكون خفيفة فهم إذن هذه بالنسبة إلى العلاقة بين العمق فقط والشدة ما تانيش المقدار قال لي هناك تشوهين جيولوجيين في تضاريس الجبال أذكرهما وما هو الفرق بينهما أعرفوا شوف كيقول لي تشوهين أعرفوا بلي رح تهضروا على الفوالق والطيات إذن كيقول لي الفرق بينتهم وشنو هي سهلة نعرف له الطيات ونعرف له الفوالق إذن وش قلنا الفوالق نبدو بالفوالق هي انكسارات وشقوق في الصخور الصلبة نتيجتها وش الانضغاط الممارس على الطباقات على القشرة الأرضية إذن تشكل لي كتلتين صخريتين هي اللي تشكل لي طبعا الجبال بالنسبة للطيات هي التواءات أو انحناءات في الصخور وش بها اللينة من القشرة الأرضية كذلك تشكل لي هذا الجبال إذن هذا هو الفرق بينتهم كيقول لي الفرق ما لي إلا نعرف له هذا ونعرف له هذا نمر للثمانين الثاني عليه كذلك عشر نقاط يقول لي في سنة 1912 طرح العالم ألفريد وانجند نظرية التي مفادها ولا النظرية التي مفادها أن القارات كانت كتلة واحدة ثم تباعدت ليصبح العالم على ما هو عليها الآن وقد اعتمد لإثباتها مجموعة من الأدلة والبرهين والوثيقة المقابلة توضح ذلك إذن يلا هاي القارات كيفاش كانت قبل 209 مليون سنة والحالية بعدها كانوا كانوا متلسقين وبعد كل واحد ولا وحده إضافة إلى الوثيقة الثلاثة اللي رح يسأل لي عليها أسئلة إذن السؤال أول كيف أطلق على هذه النظرية معتها هذا النظرية يسمها إذن أبنائي يسمها نظرية زحزحة القارات معتها نظرية تقول باللي أن القارات كانت كلها كتلة واحدة ثم تزحزحة إذن سميها نظرية زحزحة القارات أذكر الأدلة التي اعتمدها معتها كيفاش قالها كمشي من رأسه اعتمد على الأدلة إذن وشنه هي الأدلة قلنا عندنا ربعة تشابه حواف القارات تشابه الغيطاء النباتي والحيواني طبيعة الصخور والمستحفة اللي هي البقية الحيوانية والنباتية ما أنت قال لي مثلا ما بين هنا وهنا ما بين إفريقيا في الشمال وأوروبا في الجنوب رأي كان بزيف حاجات متشابها نفس الشي هنا ما بين هالزوج نفس الشي ما بين هالزوج معتها الحواف لو كان الحب للسق هذي مع هذي رح يخرجوا لي كيف كيف نفس الغيطاء النباتي نفس الحيوانة اللي فيها الصخور البقية على الحيوانة والنباتات إلى غري ذلك إذن هذي بالنسبة إلى الأدلة اللي أعطاهنا باش يثبت هاد النظرية السؤال ثالث هناك بنية جيولوجية تحت مائية يعني الجيل تحتها هي المسؤولة عن ابتعاد القارات وش قلنا شكون هي أذكرها وعرفها إذن المسؤولة عن زحزحة القارات نسميها الظهرة المحيطية يلا نعرفها هي سلاسل جبالية تتواجد في أعماق المحيطات تكون موازية لحواف القارات وتظهر على شكل فوالق هذه بالنسبة إلى التعريف التالي بفهم إذن اذكرها أعطيني أسماء وعرفها وكل واحد قلنا نعرفه على حساب وش حفظنا في الدرس التالي يلا السؤال الرابع ألف هذه البنية تحدد لنا مناطق على مستوى القشرة الأرضية كما رأيت بييني الوثيقة الأولى هذا وشنو أبنائي عبارة عن صفائح تكتونية كي شوفوا كي يحكموا لكم خريطة ويبدوا يقسموها لكم ويقولكم هاكا يقسموها ما بين كي ما هاكا بالخطوط أعرفوا باللي الظاهرة لحتقروها هي الصفائح التكتونية قال يحدد الأنواع تحها مع ذكر الأمثلة إذن عندي الصفيحة القرية المحيطية والقرية المحيطية مفهوم وكل واحد نعطو مثال أعلي مفهوم نشوفوا الصفيحة الإفريقية إلى غير ذلك عندي الأسيوية وهكذا مفهوم أبنائي إذن كان هذا بالنسبة لنموذج تاني لفرض العلوم الطبيعية والحياة للثالثة متوسط كالعادة أبنائي اللي عندوا أي سؤال لا استفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كل عدم بتوفيق إن شاء الله